اشتركوا في القناة 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 بعد معرفة قيمة السين تربيع هروح مع وضع عندي هنا في المعادلة إذن هو عايز يعرف سين تربيع نقص 2 قولنا السين تربيع اللي هي بتساوي 3 نقص 2 هتساوي كام هتساوي 1 اللي هي الإجابة رقم G هكمل بعد كالسؤال اللي بعده بيقول لي أكمل المتتالية 3 بعدين 5 9 17 33 طبعا هشوف هنا من 3 ل 5 زود كام زود 2 من 5 ل 9 زود 4 من 9 ل 17 زود 8 من 17 ل 33 طبعا بطرح 33 نقص 17 هلقيه زود كام هلقيه زود 16 لو جيت لحظت عندي هنا هنا كانت 2 بعدين أصبحت 4 بعدين أصبحت 8 بعدين أصبحت 16 فهو كل مرة بيزود فيها بيضرب رقم الزيادة في 2 يعني أنا عندي هنا كده أول مرة زودت 2 رحت ضربه في 2 فأصبح 4 بعدين ضربت الأربعة في 2 فأصبح 8 بعدين ضربت 8 في 2 فأصبح 16 فبالتالي أنا المرة الجاية هزود كام هضرب 16 في 2 16 عندي في 2 بتساوي 32 فأنا مرة الجاية هزود على 33 كام هزود عليها 32 إذن هقول كده 33 زائد 32 بتساوي 3 زائد 2 بخمسة لو جيت شفت عندي هنا في الخيارات مفيش رقم أول وخمسة إلا الإجابة رقم جيم يبقى أنا كده جامعت الثلاثة زائد اللي اتنين طلع أولها بخمسة مفيش رقم عندي أول وخمسة إلا الإجابة رقم جيم هكمل بعد كالسؤال اللي بعده بيقول لي أي الأعداد الآتية يساوي جامع عددين زوجيين متتاليين؟ طبعا أول ما يقول لي جامع عددين زوجيين متتاليين ومدني طبعا هنا كل الأرقام أعداد زوجية طيب أعرفها إزاي؟ هأسم كل رقم عندي على الاثنين وهشوف اللي هيديني رقم فردي هو ده الإجابة الصحيحة بمعنى اللي أنا لو جيت مثلا جربت كده 250 كأول رقم وأسمتها على اثنين هتساوي كام؟ اثنين على اثنين عندي فيها الواحد خمسين على المثلين فيها الـ 25 إذا مية خمسة وعشرين مية خمسة وعشرين طبعا عدد فردي فإذا هي ده الإجابة الصحيحة طيب ليه هي الإجابة الصحيحة؟ لأن أنا مفروض هنقص واحد هينا هأيكون عندي الرقم مية ستة وعشرين والرقم اللي قابلي اللي هو مية أربعة وعشرين فهم دول العددين الزوجيين المتتاليين إلا مجموعهم ميتين وخمسين طيب لو جربت اي رقم تاني في الخيارات طبعا 248 هيكون نصها كام نصها 124 طبعا عدد زوجي فبالتالي خطأ برضو هنا 236 نفس الكلام هتكون 118 برضو خطأ برضو هنا برضو 240 هتكون 120 فبرضو خطأ لازم اشوف الرقم اللي اقسمه على الاتنين ويديني عدد فردي لان انا بنقص واحد وزود واحد بعدين فبالتالي هو ده الرقم الصحيح اكمل بعدكا السؤال اللي بعده بيقول لي عمر والدت يوسف قبل ثلاث سنوات من ولادته تساوي 19 سنة بعد عشر سنوات من ولادت يوسف كم مجموع عمريهما طبعا عندي هنا بيقول لي عمرها قبل ثلاث سنوات من ولادته بيساوي 19 طيب عند الولادة هيكون عمرها كام هقول كده 19 زائد 3 هيساوي كام هيساوي عندي 22 يبقى هي عمرها عند الولادة كام بيساوي 22 سنة طيب هو عايز يعرف مجموع عمريهما بعد كم سنة بعد 10 سنوات من ولادة يوسف يعني يوسف عنده كم؟ يعني يوسف عنده 10 سنين هي هيكون عندها كم؟ هجمع عليها 10 عشان نعرف عمرها بعد 10 سنين هيكون كم؟ هيكون طبعا 32 مجموعة عمره يهمة كم؟ هقول كده 32 زائد 10 بيساوي 42 يبقى إذن كده مجموعة عمره يهمة كم؟ 42 وهي الإجابة رقم جيم أكمل بعد كده السؤال اللي بعده بيقول شخص سرعته 100 كم في الساعة والثاني 110 كم في الساعة بعد 20 دقيقة كم يكون الفارق بينهم؟ طيب شخص سرعته 100 كم والثاني سرعته 110 عايز يعرف الفارق بينهم بعد 20 دقيقة طبعا 20 دقيقة دي عندي بتساوي كم؟ هقول كده أنا عندي طبعا الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة طيب أنا عايز أعرف بعد 20 دقيقة يبقى إذن كده لو أسمت 20 على ال60 اللي هي الساعة هتساوي كم؟ الصفر عندي هيروح مع الصفر 2 على 6 على 2 فيها الواحد 6 على 2 فيها الثلاثة يبقى لعشرين دقيقة طبعا عندي هي معروفة من البداية بتساوي ثلث الساعة طيب أنا عندي الفرق كام في الساعة الواحدة عندي ده بيمشي 100 كم في الساعة وده بيمشي 110 كم في الساعة يبقى إذن عندي الفرق كام الفرق 10 كم في الساعة الواحدة طيب أنا عايز أعرف في الثلث الساعة هيكون الفرق كام؟ يبقى هضرب كده 10 ضرب الثلث هيساوي كام؟ طبعا 10 ضرب ثلث بيساوي 3.3 دوري طبعا فإذا عندي أقرب إجابة عندي هنا في الخيارات اللي هي كام كيلو متر 3 كيلو متر فبالتالي عندي هنا كام هنا عندي هيكون الفرق بينهم بعد 20 دقيقة 3 كيلو متر هكمل بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي قارن بين 2.5 و 2.50 من 100 طبعا 2.5 هي هي 2.50 من 100 فإذا هم الاتنين متساويين طيب ليه متساويين أنا عندي بعد الفصلة لو حطيت هنا 5 وحطيت هنا كده 50 أنا أقدر أزود أصفار زي ما أنا عايز لأن أنا عندي كل ده بيختلفش معي لأن ده لو أنا جيت حاولت الرقم هيكون 2 وهشوف مثلا الرقم ده أرى كام صف 4 أصفار على كام على 100 ألف طبعا كده فعندي 4 أصفار هيروحوا مع 4 هيتبقى عندي 5 على 10 اللي هي بتساوي النص فهي هي مهما زودت أصفار فهي يفضل برضو الرقمين متساويين فإذا عندي 2.5 بتساوي هي 2.50 من 100 اللي هي برضو بتساوي 2.5 هكمل بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي متتابعة حدها الأول يساوي 1 وحدها الثاني يساوي 5 وبدءا من الحد الثالث كل حد فيها يساوي الوسط الحسابي لكل الحدود السابقة له فما هو الحد الخامس والعشرين طيب همشي كده مع السؤال واحدة واحدة هو بيقول لي حدها الأول 1 وحدها الثاني 5 وبداية من الحد الثالث بيبدأ أخذ المتوسط بتاع الأرقام اللي قبل كده يعني مجموعة الأرقام اللي قبل عندي هنا عشان أعرف الحد الثالث هيبقى كام هجمع عندي الخمسة زائد الواحد واقسمهم على الاثنين عشان أعرف الوسط الحسابي بتاعهم خمسة زائد واحد اللي هي بتساوي 6 طيب كام عدد الحدود عندي هنا حدين بس اللي هو الواحد والخمسة يبقى إذن كده هيكون 3 فإذن عندي هنا الحد الثالث هيكون 3 طيب الحد الرابع هيكون كام هجمع برضو 1 زائد خمسة زائد 3 واقسم على الثالث عشان أجيب الوسط بتاعهم يبقى إذن كده هيكون طبعا 1 زائد خمسة بستة زائد ثلاثة هيكون تسعة تسعة على كم حد واحد اثنين ثلاثة لذلك إذن تسعة على ثلاثة برضو هتساوي ثلاثة هفضل ماشي كده فعندي الحد الخامس والعشرين برضو عندي هيساوي ثلاثة لأننا كل مرة بزود ثلاثة لأننا مهما هاجي هاجمع بأسم على عددهم فبالتالي عنده يفضل الوسط الحسابي ليهم ثابت وهو الثلاثة هكمل بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي ما عدد المئات في 24.569 طبعا السؤال ده مر علينا في الفيديو اللي فات قلنا بعمل ايه قلنا بمسك اول رقمين الاحد والعشرات بعلم عليهم وروح حزفهم اشوف اتبقى عندي كام اتبقى عندي 245 هو عايز يعرف طبعا عدد المئات فاتبقى عندي كام اتبقى عندي 245 اذا 245 مئة في 24.559 هكمل بعد كده السؤال اللي بعده وبكده هكم خلصنا ده السنة النهاردة اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال يليبتي تابعنا على صفحتنا في الفيسبوك او تويتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة